بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة اليوم هي المحاضرة الأخيرة في كورس مادة علم التشريح المحاضرة بعنوان المسكولر سيستيم الجهاز العضلي بداية أهم المواضيع أو التوبيكس اللي رح نتحدث عنهم في هذه المحاضرة إن شاء الله وظيفة النسيج العضلي سنتحدث عن العضلات الهيكلية عمل العضلات الهيكلية نقاط ارتباط العضلات الهيكلية أهم العضلات الهيكلية الموجودة في الجسم تشيو and organization نسيج العضلي وتنظيمه over 700 skeletal muscles have been named أكثر من 700 عضلة هيكلية تم تسميتها form the muscular system وتشكل معا الجهاز العضلي muscle tissue is distributed almost everywhere in the body يتواجد النسيج العضلي تقريبا في معظم أجزاء ومناطق الجسم functions of muscle tissue وظائف النسيج العضلي producing body movements إنتاج حركة الجسم stabilizing body positions المحافظة على اتزان ووضعية الجسم regulating organ volumes تنظيم حجم بعض الأعضاء في الجسم bands of smooth muscle called sphincters عن طريق مجموعة من الحزم العضلات الملسا والتي تسمى العواصر أو العضلات العاصرة movement of substances within the body أيضا النسيج العضلي مسؤول عن حركة بعض المواد الموجودة في الجسم مثل البلاد، الدم، الليم، السأل المفاوي اليورين، البول، الهواء food and fluids، الطعام والسوائل وحركة الحيوانات المنوية producing heat أيضا النسيج العضلي مسؤول عن إنتاج الطاقة عن طريق involuntary contractions of skeletal muscle or shivering عن طريق انقباضات اللائرادية للعضلات الهيكلية فيما يسمى shivering القشعريرة nerve and blood supply التغذية الدموية والعصبية للعضلات each skeletal muscle is supplied by a nerve artery and two veins كل عضلة هيكلية يتم تزويدها بعصب وشريان دموي ووريدين each motor neuron supplies multiple muscle cells or neuromuscular junction كل عصبون حركي يغذي مجموعة من الخلايا العضلية وتشكل معا الملتقى العصبي العضلي actions of skeletal muscles عمل العضلات الهيكلية أو الوظائف التي تقوم بها العضلات الهيكلية grouped according to their primary actions into three types تقسم العضلات الهيكلية إلى مجموعات إلى ثلاثة أنواع بناء على الفعل الأساسية التي تقوم به هذه المجموعات تقسم إلى ثلاثة أنواع بناء على الحركات التي تقوم بها number one agonist العضلات الشادة أو المحركة الأساسية number two antagonist العضلات المضادة بمعنى number three synergist synergist العضلات المؤاذرة number one agonist also called a prime mover المحرك الأساسي ويقصد بها العضلات التي تنتج حركة معينة عند انقباضها نوع الثاني من العضلات الهيكلية حسب النوع الحركة أو حسب الأكشن antagonist العضلات المضادة والمقصود بها العضلات التي تعاكس حركتها عمل العضلات الشادة أو العضلات المحركة الأقونist antagonist هي عضلات تعاكس عضلات الأقونist في حركتها إذن actions oppose those of the agonist النوع الثالث من العضلات الهيكلية حسب حركتها synergist العضلات المؤاذرة والمقصود بها هي عضلات تؤازر العضلات الأساسية المحركة أو العضلات الشادة في حركتها لإنتاج حركة أكثر كفاءة إذن synergist العضلات المؤاذرة assist the prime mover in performing its action by stabilizing a joint إذن هي تؤازر العضلات الأساسية أو العضلات المحركة أو العضلات الشادة في عملها عن طريق اتزان المفصل thus producing more effective movement وبالتالي تنتج حركة أكثر كفاءة called fixators وتسمى أيضا العضلات المثبتة حيث أنها تقوم بالمحافظة على اتزان المفصل stabilizing a joint المفصل الذي تتم حوله الحركة Criteria for naming of muscles المعايير العساسية التي تتخذ في تسمية العضلات Names incorporate appearance location function orientation and unusual features اسم العضلات أو أسماء العضلات يتضمن مظهرها appearance location موقعها function وظيفتها orientation orientation اتجاه الألياف العضلية or unusual features أو صفات ومعالم غير اعتيادية موجودة في هذه العضلة تسمى بناء عليها names provide clues to their identification location الاسم اسم العضلة يعطي معايير يحدد أو يساعد في تحديد هذه العضلة مثال على ذلك orientation on muscle fibers تسمى بعض العضلات الهيكلية بناء على اتجاه الألياف العضلية فيها مثال عليها rectus abdominis means straight مثال عليها العضلة البطنية المستقيمة الموجودة في البطن rectus abdominis muscle هي عضلة ذات ألياف عضلية مستقيمة وسميت بناء على اتجاه هذه الألياف العضلية بناء على orientation of muscle fibers إذن rectus abdominis means straight هي العضلة المستقيمة الموجودة في البطن muscle attachments أيضا تسمى العضلات بناء على نقاط الارتباط أو نقاط المنشأ أو الأصل ونقاط الاندغام مثال عليها stericloidomastoid العضلة القصية الترقوية الخشائية هي عضلة من العضلات الموجودة في الرقبة تتصل بعضمة القص stericloidomastoid وتتصل أيضا بعضمة الترقوة clavicle بمعنى clavicle وتتصل أيضا بعضمة الخشاء بعضمة الأذن mastoid إذن sternocloidomastoid اسم لعضلة هيكلية سميت بناء على المصل attachment هي عضلة ذات ثلاثة رؤوس تتصل بالsternum clavicle and the mastoid bone تسمى أيضا العضلات بناء على وجودها في منطقة معينة في الجسم أو تشير إلى منطقة معينة في الجسم specific body regions مثال عليها العضلة الكبرى الموجودة في الصدر pectoralis major pectoralis بمعنى chest أو عضلة صدرية major الكبرى إذن العضلة الصدرية الكبرى الموجودة في منطقة الصدر أيضا تسمى العضلات بناء على شكلها muscle shape مثال على ذلك deltoid muscle العضلة المثلثة deltoid بمعنى like a delta or triangle العضلة المثلثة الشكل or trapezium trapezium هي or trapezias هي العضلة الشبه منحرة في شكلها الشبه منحرة أيضا تسمى العضلات بناء على حجمها muscle size مثال عليها العضلات الموجودة في الأرداف gluteus maximus العضلة اليوية العظمى الموجودة في منطقة الأرداف gluteus maximus بمعنى largest of the gluteal muscle عضلة كبرى موجودة في منطقة الأرداف muscle heads tendons of origin أيضا تسمى العضلات بناء على عدد الأوتار أو عدد الرؤوس مثال على ذلك عضلة biceps الموجودة في الذراع bi بمعنى لها رأسين biceps ثنائية الرؤوس إذن biceps muscle has two heads أيضا تسمى العضلات بناء على وظيفتها أو الحركة الناتجة عنها muscle function or movement مثال على ذلك الدكتور muscles العضلات المقربة and the extensor muscles العضلات الباسطة بمعنى التي تقوم بحركة الانبساط الآن رح نتحدث عن muscle attachments نقاط ارتباط العضلة التندون الوتر attach the muscle to bone skin or another muscle إذن نقطة ارتباط العضلة تسمى التندون الوتر ويربط العضلة إلى عظم أو إلى جلب أو إلى عضلة أخرى إذن التندون التندون attach the muscle to bone skin or another muscle التندون تندون تتركيب السميك يشبه الحبل لكن في بعض الأحيان يكون على شكل صفيحة مسطحة رقيقة تسمى الأبونيروسيز إذن sometimes forms a thin flattened sheet termed on aponeurosis aponeurosis بمعنى الصفاق أو صفيحة مسطحة رقيقة تسمى الصفاق muscle attachment sites أماكن أو نقاط ارتباط العضلة origin نقطة المنشأ أو الأصل and the insertion نقطة الاندغام إذن لكل عضلة نقطتين للارتباط نقطة الأصل أو المنشأ origin and the insertion site نقطة أو مكان الاندغام skeletal muscles shorten and pull on the bones they are attached to عند انقباض العضلات الهيكلية يقصر حجمها وتسحب معها العظام المرتبطة بها نقطة الأصل origin أو المنشأ is the bone that does not move when muscle shortens normally proximal نقطة الأصل أو منشأ العضلة الهيكلية يكون عندها عظمة غير متحركة عندها انقباض العضلة وبالعادة تكون هذه النقطة proximal أقرب إلى نقطة الاتصال أما نقطة الاندغام insertion is the movable bone some two joint muscles نقطة الاندغام تكون عند عظم متحرك وفي بعض الأحيان ترتبط بها أكثر من عضلة أو عضلتين أو أكثر الفلشي بورشين أو الجزء اللحمي من العضلة هو الجزء الواقع بين نقطتين الارتباط الفلشي بورشين أو دي مصل in between attachment sides هو الجزء اللحمي أو الجزء الواقع بين نقطتين الارتباط بين نقطة الاصل ونقطة الاندغام ويسمى بطن العضلة or belly of the muscle أو الفلشي بورشين أو دي مصل بطن العضلة أو الجزء اللحمي من العضلة الرسم يظهر الرسم اللي عضلة هيكلية biceps brachiae muscle عضلة الذراع ذنائية الرؤوس يظهر نقطة الاصل نقطة المنشأ origin from scapula من لوح الكتف وتندغم هذه العضلة insertion side on the radius في عظمة الساعد والجزء الواقع بين نقطتين الاتصال هو الجزء اللحمي من العضلة أو الفلشي بورشين والذي يسمى elbury بطن العضلة the muscular system الجهاز العضلي skeletal muscle major groupings سوف نتحدث عن المجموعات الرئيسية في المكونة للجسم من العضلات الهيكلية how movements occur at specific joints الحركات الرئيسية التي تقوم بها هذه العضلات عند مفاصل محددة and learn the origin نقاط الاتصال أو نقاط الأصل insertion نقاط الاندغام function وظيفة هذه العضلات and the innervation of all major muscles والتغذية العصبية لهذه العضلات الرئيسية الموجودة في الجسم بداية رح نتحدث عن muscles of facial expression العضلات الوجهية الموجودة في الوجه المسؤولة عن تعابير الوجه هذه العضلات تنشأ من الجمجمة arise from skull نقطة الأصل أو origin from skull من عظام الجمجمة and insert onto the skin وتندغم في الجلد هذه العضلات الوجهية تحيط بالعينين encircle eyes and the nose وتحيط أيضا بالأم and mouth وتحيط أيضا بالفم وظيفة هذه العضلات express emotions إظهار تعابير الوجه يتم تغذيتها أو تغذى هذه العضلات عن طريق العصب الوجهي أو العصب السابع facial nerve من هذه العضلات الوجهية الأكسبيتوفرونتاليس مسل العضلات الجبهية القذالية ووظيفتها raises eyebrows وظيفتها رفع حاجب أو حاجبين العينين أيضا من العضلات الوجهية الموجودة في الجسم zygomaticus مسل العضلات الوجنية أو العضلات الوجنية هي مسؤولة عن تعبير الضحك laughing عن طريق raises mouth corner عن طريق رفع حفتاء أو جوانب الفم أو زوايا الفم أيضا من muscles of facial expression من العضلات الوجهية الموجودة في الجسم orbicularis oculi muscle العضلات المدارية العينية الموجودة حول العين وظيفتها closes the eye وظيفتها إغلاق العين أيضا من العضلات الوجهية elevator palpebra superioris هي العضلات الرافعة لجفن العين هي العضلات العلوية الرافعة لجفن العين وظيفتها opens the eye فتح العين أو رفع جفن العين من عضلات الوجه أيضا orbicularis oris العضلة المدارية الفموية buckles the mouth مسؤولة عن حركة الفم أو التجاعد الموجودة حول الفم أيضا من عضلات الوجه boxinator muscle العضلة الشطقية forms the muscular portion of the cheek هي العضلة التي تشكل الجزء العضلي من الخد and assist in whistling blowing sucking and chewing ومسؤولة عن تعابير الصفير والنفخ ومنعكس المص والمضغ في الوجه الوجه الصورة تظهر بعض تعابير الوجهية facial expression التي تقوم بها العضلات الوجهية مثال على العضلات الوجهية depressor angularis العضلة الخافضة لزاوية الفم مسؤولة عن تعبير الفراون أو تعبير العبوس أيضا من العضلات الوجهية orbicularis oculi العضلة المدارية العينية مسؤولة عن تعبير blinking or close eyes مسؤولة عن تعبير الرمش أو رمش طرف العين أو إغلاق العينين أيضا من العضلات الوجهية zygomaticus major العضلة الوجنية العظمى مسؤولة عن تعبير smiling أو smile الضحك أو الابتسام أيضا من العضلات الوجهية orbicularis oris العضلة المدارية الفموية وظيفة closed mouth or kiss إغلاق الفم أو عن تعبير التقبيل أيضا من العضلات الوجهية الموجودة في الجثام لأوكسبيتو فرونتاليس مصل ويظهر في الرسم الفرونتال بلي أوكسبيتو فرونتاليس البطن الجبهي من العضلة الجبهية القذالية مسؤولة عن الرنك الفورهيد عن تجاعيد وخطوط التجاعيد في الجبهة and raise eyebrows وترفع حاجبي العينين من عضلات أيضا أو المسؤولة عن facial expression أو إظهار التعابير الوجهية أو express emotions التي تظهر بعض التعابير عضلة البلاتيزمة بمعنى العضلة الصفيحية which tends skin of the neck وظيفتها شد الجلد في منطقات الرقبة الآن رح نتحدث عن المجموعة الأخرى من العضلات الهيكلية وهي muscles of mastication العضلات المسؤولة عن عملية المضغ إذن muscles that move the mandible muscles of mastication العضلات التي تحرك الفك السفلي أو ما يسمى عضلات المضغ هذه العضلات تشمل المسيتر muscle temporalis muscle العضلة الصدغية and trigoid muscles العضلات المجنحة هذه العضلات تنشأ من منطقة الجمجمة أو من عظام الجمجمة وتنغمض في الفك السفلي إذن arise from the skull and insert on the mandible يتم تغذية عصبيا عن طريق العصب الخامس أو العصب الثلاثي التوائم cranial nerve number five or trigeminal nerve هذه العضلات وظيفتها protract بروز الفك إلى الأمام elevate رفع الفك or retract mandible أو انكفاء الفك إلى الخلف عضلات temporalis عند مانسيتر عضلتي العضلة الصدغية والعضلة الأساسية أو المانسيتر elevate the mandible تقوم برفع الفك السفلي وتقوم بعملية العض البايتينج في حين أنه temporalis مصل أيضا لوحدها مسؤولة عن انكفاء الفك السفلي إلى الخلف temporalis retracts المجموعة الأخرى من العضلات الهيكلية في الجسم نيك مصيز عضلات الرقبة وتشمل لهذه العضلات أهم العضلات الموجودة في الرقبة العضلة القصية الترقوية الخشائية وظيفتها فليكسز هيد النك انتنا الرعز أو الرقبة إلى الأمام ويتم تغذيتها عصبيا عن طريق العصب الحادي عشر العكسيسيري نير نمبر 11 عن سباين نير C2 C3 وبعض العصاب الشوكية العصاب الشوكي العنق الثاني والثالث إذن يتم تغذيتها عن طريق العصاب المركزية العصاب الحادي عشر العكسيسيري نير سباين نير C2 وC3 أيضا من العضلات الموجودة في الرقبة مجموعة من العضلات المضلعة الشكل أو ذات الشكل الهندسي الغير متساوي 3 سكالين ذا مسل تسمى العضلات سكالين ذا مسل وهي ثلاثة عضلات عضلة أمامية أنتيريور سكالين وعضلة وسطة ميدل سكالين وعضلة خلفية بوستيريور سكالين وهي عضلات ذات شكل مضلع غير منتظم أيضا من العضلات الموجودة في الرقبة لتربزيس مسل العضلة الشبه المنحرف ذات شكل شبه منحرف وظيفتها رفع اللوح الكتف وتغذى عصبيا عن طريق العصب المركز 11 والعصاب الشوكية C3 C4 العنقية رقم 3 ورقم 4 C3 C4 Spinal Nerve مظهر عمامي جانبي يظهر الاستين كلايدو ماستويد عضلات الرقبة وتشمل الاستين كلايدو ماستويد العضلة القصية الترقوية الخشائية التي ترتبط بعظمة القص من الأسفل وبالترقوة وبالاستين المعند كلافيكل والماستويد العظمة الخشائية عظمة الأذن من الآلة وأيضا يظهر الرسم العضلات ذات شكل الهندسي غير منتظم الأضلاء والترابيزيس مسل العضلات الشبه منحرم مجموعة العضلات ذات شكل الهندسي غير المنتظم الموجودة في الرقبة لسكالين مسل ترتبط بالفقرات العنقية وتتصل بالأضلاع العليا في الصدر إذن تربط هي العضلات التي تربط الفقرات العنقية بالأضلاع العليا هذه العضلات ثلاثة مجموعات أو ثلاثة عضلات anterior سكالين middle and posterior سكالين وظيفتها flex lateral flex and rotate the head انطناء الرأس إلى الأمام أو الانطناء الجانبي للرأس والحركة الجانبية للرأس أو الرقبة مجموعة أخرى من العضلات الموجودة في الجسم مصز that move the vertebrae مجموعة من العضلات التي تحرك فقرات العمود الفقري تمتاز هذه العضلات بأنها عضلات متداخلة تشكل تركيب معقد قليلا كوايت complex due to overlap لأنها عضلات متداخلة من الأمثلة عليها الأريكتور سبايني مصز مجموعة من العضلات الشوكية الناصبة الأريكتور سبايني فايبر ران لونجتيو دينالي تمتاز الألياف العضلية في هذه العضلات بأنها ذات اتجاه طولي الأريكتور سبايني مصيل أو مجموعة العضلات الناصبة وتجمل ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى العضلات الشوكية المجموعة أو بالأضلاع أو بالأضلاع عند لونجسماس مصيل مصيل العضلات الطولية وظيفة هذه العضلات extend vertebral column البساط أو انثناء العمود الفقري إلى الخلف بمعنى حركة الانبساط أو extension يوجد أيضا مجموعات أخرى من العضلات smaller deeper muscles عضلات أصغر حجما وتقع في طبقات عمق أكثر عمقا مثال على هذه المجموعات transversal spinalis group مجموعة من العضلات الشوكية المستقيمة وتشمل semi-spinalis العضلات الشبه الشوكية multifidus muscles والعضلات كثيرة التفرع and rotators العضلات المسؤولة عن الحركة الدورانية للعمود الفقري تنشأ هذه العضلات run from transversal process من النتوءات المستقيمة في فقرات العمود الفقري two doors and spine of vertebra وتمتد إلى البروز الشوكي للفقرات العظمية above and help rotate vertebra إذن تنشأ من النتوءات المستقيمة للفقرات العظمية وتندغم بالبروز الشوكي للفقرات العليا ووظيفتها تثاعد في الحركة الدورانية للفقرات العمود الفقري رسم توضيحي يظهر أهم مجموعات العضلات التي تحرك الفقرات العظمية مجموعة الريكتور سبايني مصيل العضلات الناصبة الشوكية وتشمل الاليو كاستاليس اللونجسيموس مصيل و سبايناليس ومجموعة أخرى تقع في مستوى أكثر عمقا مجموعة من عضلات صغيرة تسمى مجموعة الترانسفيرس سبايناليس بمعنى العضلات التي تنشع من الترانسفيرس بروسس وتندغن في السباينال أو السباينال بروسس أو دي فيرتبري وهي مجموعة من العضلات تشمل السيمي سبايناليس عن المالتي فيدس عن روتيتور مصيل السيمي سبايناليس مصيل العضلات الشبه الشوكية موجودة في منطقة الرياض سيمي سبايناليس كبيتس ومنطقة العنق سيمي سبايناليس سيرفيس ومنطقة الظهر أو عفا الصدر أو في منطقة الفقرات الصدرية سيمي سبايناليس ثوراسس مصيل أو العضلات 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 الموجودة في منطقة الظهر العضلة الشبه منحرفة العضلة المدورة العظمى أو الكبرى السوس العضلات العضلات الخصرية أو الموجودة في منطقة الخصر الكواندريتس لمبورم العضلة القطنية ذات الشكل المربع العضلة الظهرية الطويلة والعضلة العجزية الشوكية هذه بعض العضلات الموجودة في منطقة الظهر مجموعة أخرى من العضلات الهيكلية المكوينة للجهاز العضلي المصر عضلات الصدر عملية التنفس تحتاج تغير في حجم التجويف الصدري أو في حجم الصدر خلال عملية الشهيق يسداد حجم التجويف الصدري العضلات التي تتحرك في أثناء عملية الشهيق أو تقوم برفع الأضلاع إلى الأعلى لزيادة حجم التجويف الصدري أيضا الديافرام contract and dome is flattened تنقبض عضلة الحجاب الحاجز ويتسطح أو تتسطح قمتها وبالتالي يزداد حجم التجويف الصدري في أثناء عملية الشهيق في عملية الزفير during expiration thoracic cavity decreases in size حجم التجويف الصدري يقل أو يقل حجم التجويف الصدري العضلات التي تساعد في عملية الزفير internal intercostal muscles العضلات الوربية أو العضلات الموجودة بين الأضلاء العضلات الداخلية used in forced expiration هي العضلات التي تستخدم في عملية إخراج الزفير forced expiration الذي يحتاج إلى جهد إضافي أيضا من عضلات الصدري الدايافريام عضلة الحجاب الحاجز is innervated by phrenic nerve يتم تغذيتها عصبيا عن طريق العصب الحجابي أو الذي يغذي الحجاب الحاجز وهو يعني يخرج من level c3 c4 c5 but intercostal is muscle innervated by intercostal nerves t2 to t12 إذن عضلة الحجاب الحاجز يتم تغذيتها عن طريق العصب الفرينيك نير العصب الحجابي الذي يخرج من المستوى فقر العنقية الثالثة والريابعة والخامسة في حين أن العضلات الوربية أو العضلات بين الأضلاع يتم تزويدها عصبيا عن طريق الأعصاب الموجودة بين الأضلاع والتي تخرج من مستوى الفقرة العنقية عفوا الفقرة الصدرية الثانية T2 إلى مستوى الفقرة الصدرية الثانية عشرة أيضا من العضلات الموجودة في جدار الجسم الخلفي الكوادريتس لامبوريوم العضلة القطنية ذات الشكل المربع فيلز إن ذي سبيس بتوين طوال ريب أن إليا كريس هي العضلة التي تملى الفراغات الموجودة بين الضلع الثانية عشر وعرف العضمة الموجودة في منطقة الحوض العضلة الحرقفية وتشكل تشكل جدار الجسم الخلفي الرسم يظهر بعض العضلات الموجودة في الصدر الأكسترنال انتر كاستاليس العضلات بين أضلاع الخارجية عند الانتر انتر كاستاليس العضلات بين الأضلاع الداخلية أيضا يظهر عضلة الديافريام وعضلة الحجاب الحاجز وأيضا عضلت الكوادريتس لامبوريام العضلة التي تشكل الجدار الخلفي للجسم المصز عضي عبدال الول الآن سوف نتحدث عن مجموعة من العضلات التي تشكل الجدار البطني هذه العضلات عبارة عن أربعة أزواج من العضلات تجمع أو تحفظ أو يوجد بها أعضاء الموجودة في تجويب البطن إذن فور بير of muscles collectively compress and hold the abdominal organs in place هذه العضلات تعمل معا work together to flex and stabilize the vertebral column مسؤولة عن انثناء والمحافظة على اتزان العمود الفقري when they unilateral contract عندما تنقبض بشكل مفرد they laterally flex the vertebral column أيضا هي مسؤولة عن حركة الانثناء الجانبي للعمود الفقري muscles or the abdominal wall العضلات الموجودة في الجدار البطني العضلات الموجودة في الجدار الامامي الجانبي الانتيريولاتر الابدومين الوال four bears هي عبارة عن اربعة ازواج تشكل الجدار الامامي الجانبي للجدار البطني هذه العضلات عبارة عن اربعة طبقات او اربعة ازواج الانتيريولاتر داخلية transverse abdominis العضلة البطنية المستقيمة عن directus abdominis ايضا العضلة البطنية المستقيمة وايضا العضلات التي تشكل الجدار البطني الخلفي وهي ايضا عبارة عن ثلاثة عضلات posterior abdominal wall عبارة عن three muscles وتشمل العضلة الخصرية thos muscle العضلة الحرقفية او التي تنشأ من عظمة الالياك muscle او الالياكس عفوا الالياك bone العضلة التي تنشأ من الالياك bone والتي تسمى الالياكس العضلة الحرقفية عن quadratus lamborium العضلة القطنية المربعة الشكل التي تشكل الجدار البطني الخلفي muscles او the abdominal wall العضلات التي تشكل الجدار البطني notice four layers of muscle in the abdominal wall هي في الحقيقة اربعة طبقات في الجدار البطني العمامي external oblic muscle العضلة المائلة الخارجية internal oblic muscle العضلة المائلة الداخلية transverse abdominis العضلة البطنية المستقيمة andrectus abdominis abdominis العضلة البطنية المستقيمة anterior anterior review مظهر عمامي يظهر الطبقات التي يتكون منها الجدار البطنية الطبقات العضلية التي يتكون منها الجدار البطني وتشمل external oblicue internal oblicue transversus abdominis and rectus abdominis أيضا يظهر بعض عضلات صدر pectoral minor العضلة الصدرية الصغرى pectoralis major العضلة الصدرية العظمى ويظهر بعض العضلات الموجودة في الجدار الصدر serratus anterior العضلة المسننة العمامية الآن رح نتحدث عن مجموعة أخرى من العضلات المسنز أو بلبيك فلور العضلات المكونة للتجويف الحوضي أو لأرضية الحوض هذه العضلات formed by three layers of muscles and associated fascia collectively known as the بلبيك diaphragm هي عبارة عن ثلاث طبقات من العضلات التي تحيط بها فاشية أو نسيج ضام أو connective tissue تشكل معا الحجاب الحوضي هذه العضلات extends from the ischium and pubis of the ossa coxica هي عضلات تنشأ من أو تخرج من عظام الحوض عضلة الاسchium عظمة عظم الاسchium العظم الوركي عن pubis وعظم العانا في منطقة الحوض and across the pelvic outlet to the sacrum and coccyx وتمر عبر مخرج تجويف الحوض لتصل إلى أو تندغم في عظمة الساكرم عظمة العجز وعظمة الكوكسيك عظمة العصص هذه العضلات تشكل معا أرضية تجويف الحوض وتقوم بالمحافظة على الأحشاء الداخلية الموجودة في تجويف الحوض these muscles are levator in eye and coccyx إذن العضلات المكونة لأرضية أو للحجاب الحوض هي عضلة رافعة للشرج levator in eye والعضلة العصصية coccyx muscle female pelvic floor and perineum منطقة الحجاب الحوض في الأنثى أو منطقة العجان both the pelvic diaphragm and the muscles of the perineum fill in the gap between the hip bones العضلات الموجودة أو التي تكون الحجاب الحوضي وتشمل coccyx muscle and levator in eye العضلة العصصية والعضلة الرافعة الشرجية والعضلات الأخرى الموجودة في منطقة العجان هي تملأ الفرياغ الموجود أو تملأ تجويف الحوضي أو تملأ الفرياغ بين عظام الحوض وظيفة هذه العضلات support بلوك في سيرا دعم الأعضاء الموجودة في الحوض تقاوم زيادة الضغط في منطقة البطن في بعض حالات التغوط أو إخرياج البرياز and urination في أيضا عملية التبول or coughing أثناء الثعال and vomiting أو إخرياج القي إذن هذه العضلات وضيفة أو عضلات الحجاب الحوضي وظيفتها تدعم أعضاء الحوض أو المحافظة على أعضاء الحوض أو الأعضاء الموجودة في تجويف الحوض ومقاومة زيادة الضغط الناشئ في البطن أثناء عملية التغوط أو إخرياج البرياز أو التبول أو الثعال أو القي هذا الحجاب الحوضي يمر خلاله أو يخترق عن طريق قناة الشرج والمهبل والإحليل في الأنثى إذن باريس دباي أين الكنال فاجاينا عن يوريثرا الفيميل ليفيتور إيناي ميبي دامج ديورين إبيزيوتومي عضلة رافعة للشرج قد يحدث لها تمزق أثناء عملية الإبيزيوتومي أو شق العجان في الأنثى أثناء عملية الولادة وهو عبارة عن شق يتم عمله في منطقة العجان في الأنثى لتوسيع منطقة الفرج لإخرياج الجانين أو لإخرياج الطفل أو قد تتمزق عضلة الليفيتور إيناي ديورين تشايلد بير قد تتمزق خلال عملية ولادة الطفل أو ديورين يورينيري إن كونتيننس أو يحدث لها خلال أثناء عملية في حالات السلس البولي أو ديورين كوفينغ أو أثناء السعال الشديد نتيجة إزدياد الضغط عليها مجموعة مجموعة أخرى من العضلات في منطقة العجان الموجودة في الذكر مصر 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 منطقة العجان في الذكر يحتوي على عضلات سطحية تقع في مستوى سطحي منطقة العجان في الذكر تقسم إلى two triangles إلى مثلثين اليوريوجيني الثريانجل المثلث البولي التناسلي which contains external genitalia الذي يحتوي على العضاء التناسلي الخارجية تترتب فيه العضلات وتشكل الحجاب البولي التناسلي مصر الـ arrangement forms اليوريوجيني تلدي ديوفريام assist in urination يساعد هذه العضلات المشكلة للحجاب البولي التناسلي تساعد في عملية التبول والعضلة المسؤولة عن هذه العملية هي external urethral sphincter العضلة العاصرة أو الإحللية الخارجية وتساعد أيضا عن ejaculation في أثناء عملية قطف المني والعضلة المسؤولة عن هذه العملية هي الـ cavernosis العضلة المركية الكحفية وال بالبوس بونجيوس العضلة البصيلية الإسفنجية المثلث الثاني الموجود في منطقة العجان في الذكر الآن المثلث الشرجي الذي يحتوي على فتحة الشرج والعضلة التي تساعد في عملية الإخراج الإخراج البرياز في منطقة الـ triangle في المثلث الشرجي هي external anal sphincter العضلة العاصرة الشرجية الخارجية مجموعة أخرى من العضلات الموجودة في الجسم الأبنديكولر مصيز العضلات الطرفية والمقصود بها control the movements of the upper and lower lane هي العضلات التي تحرك منطقة الأطراف أو المسؤول عن حركة الأطراف العلوية والسفلية وظيفة هذه العضلات تستابيلايز and control the movements of the pectoral and pelvic garden تسيطر على حركة الحزام الحوضي والحزام الصدري وتساعد على اتزان هذه الحركة منظمة أو موزعة على مجموعات based on their location in the body or the part of the skeleton they move إذن هذه العضلات عبارة عن مجموعات مقسمة بناء على موقعها في الجسم أو بناء على جزء من الهيكل العظمي التي تحرك أو الذي تقوم بتحرك تعمل على شكل مجموعات إما تكون مؤذرة أو متعاكسة أو مضادة إذن هي مجموعة من العضلات المتعازرة أو مجموعة من العضلات المتعاكسة أو المتضادة المتعاكسة المتعاكسة العضلات الموجودة في الجدار الصدري الخلفي العضلات الصدرية الأمامية وتشمل الصابي المتعاكسة بروسسس هي عضلة تمتاد من الأضلاع الصدرية وتندغم في نتوء في لوح الكتف يسمى كوراكويد بروسسس بمعنى النتوء الغريابي أو هو عبارة عن نتوء عظمي موجود في السكابيولا في لوح الكتف أيضا من العضلات الصدرية الأمامية سريتس أنتيريور العضلة الصدرية الأمامية المسننة سريتس بمعنى ذات شكل مسنن تنشأ هذه العضلات من الأضلاع الصدرية وتندغم في السطح الداخلي للوح الكتف هذه أهم العضلات المشكلة للجدار الصدري الأمامي العضلات التي تشكل بوستيريو ثوريسيك ماسيز العضلات الصدرية الخلفية وتشمل التربيزيس ماسيل العضلة الشبه منحريفة و إكستين ذا برام سكال عن بيرتيبريت و كلافيك العن السكابيولا هذه العضلة تمتد أو تنشأ من عظام الجمجمة والفقرات العنقية و فقرات العمود الفقري تندغم بالكلافيك بالترقوة وبلوح الكتف لسكابيولا من العضلات الصدرية الخلفية أيضا العضلة الرافعة للوح الكتف اكستينز من سيرفايك الفيرتيبري وتمتد أو تنشأ من الفقرات العنقية وتندغم في السكابيولا في لوح الكتف أيضا من العضلات الصدرية الخلفية رومبويدس مصيز العضلات المعينة الشكل أو المضلعة الشكل اكستينز من ثوريسيك فيرتيبري تنشأ من الفقرات الصدرية وتندغم تو فيرتيبري البوردر أو دي كابيولا تندغم في عظمة لوح الكتف في الجانب القريب من الفقرات العضلية سورة يظهر الرسم يظهر أهم العضلات الصدرية الخلفية الباستيرير كراسيك مصيز وعتشمن ليفيتور سكابيولي رومبويدس مصيز أيضا يظهر الصبك ليبيوس مصيز السريتيس عن تيريور رسم توضيحي يظهر أهم العضلات التي تشكل عن تيريور ثوريسيك مصيز عن بوستيريور ثوريسيك مصيز وبعض العضلات الأخرى في منطقة الرقبة والظهر الآن سوف نتحدث عن مجموعة أخرى من العضلات مصيز مصيز عن تيريور عن تيريور عن تيريوريسيك العضلات 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 العضلة العضلة تنشأ من الكراكو في النطوء الغرابي وتنضغم في عظمة الذراع أيضا من العضلات التي تحرك الذراع العلوي مصير ذات موف العضلة العضلة المثلثة تنشأ من لوح الكتف من النطوء الشوكي في لوح الكتف والنطوء الأكراميون بروسس وتنشأ عن ذراع وتنضغم في الذراع وظيفة هذه العضلة تبعد الذراع تقوم بعملية الانقباض وعمليات الانبساط للذراع أيضا مجموعة أخرى من العضلات الموجودة في منطقة الذراع ما يسمى العضلات المسؤولة عن تدوير الذراع أو حركة دورانية للذراع هذه العضلات تنشأ من لوح الكتف posterior to shoulder joint to attach to the humerus إذن هي عضلات تمتد من لوح الكتف وتمتد باتجاه الخلف حول مصص الكتف وتنضغم في عضمة الذراع to humerus هذه العضلات التي تشكل rotator cap muscles تضم لل supra spinatus عند infra spinatus muscles العضلة الشوكية العلوية عند العضلة الشوكية السفلية بمعنى above and below the spine of the scapula هي العضلات التي تنشأ فوق وتحت العظمة الشوكية أو النتوء الشوكي في لوح الكتف أيضا تضم rotator cap muscles subscapularis العضلة الكتفية بمعنى الموجودة on inner surface of the scapula الموجودة في السطح الداخلي للوح الكتف من عضلات rotator cap muscles العضلات المسؤولة عن دوران مفصل الكتف t-raise minor العضلة المدورة الصغرية موجودة on the lateral scapular border موجودة في الجانب الوحشي من لوح الكتف أو تندغم في الجانب الوحشي للوح الكتف هذه العضلات الأربعة تشكل مجموعة rotator cap muscles وهي المسؤولة عن الحركة الدورانية لمفصل الكتف من مجموعة العضلات الأخرى الموجودة في الجسم muscles crossing the hip joint المجموعة من العضلات الموجودة حول مفصل الفخذ هذه العضلات تضم وتشمل للسارتوريس المسل العضلة الخياطية بمعنى أو الرقيقة هذه العضلة مسؤولة عن flex the hip and knee joint مسؤولة عن تقوم بالانقباض وانتناء مفصل للفخذ والركبة من العضلات تنشأ هذه العضلات من عظمة الفخذ الموجودة في الحوض وتندغم في عظمة الصاق أو القصبة عظمة القصبة الموجودة في الصاق insertion on the tipia bone من مجموعة العضلات أيضا الموجودة حول مفصل الفخذ العضلة الفخذية الخصرية أو الخصرية الحرقفية وظيفتها flex the hip joint انقباض مفصل الفخذ تنشأ هذه العضلة من الفقرات القطنية وعظمة الإليام arises from vertebrae العضم الحرقفية الذي يشكل تجويف الحوض and insert on the leather trucanter وتندغم في التجويف أو البروز المدور الأصغر الموجود في عظم الفخذ في leather trucanter أو في مربون من العضلات الأخرى الموجودة حول مفصل الفخذ quadriceps femoris العضلة الفخذية رباعية الرؤوس quadriceps بمعنى has four heads لها أربعة رؤوس هذه العضلة تشمل rectus femoris muscle العضلة الفخذية المستقيمة which crosses the hip التي تمر عبر مفصل الفخذ and has three heads arise from the femur ولها ثلاثة رؤوس أخرى تنشأ من عظمة الفخذ هذه رؤوس vastus lateralis يعني الرأس الواس بمعنى واسعة lateralis وحشية إذن الرأس أو الجزء الواسع الوحشي vastus medialis الجزء الأنسي من العضلة أو الرأس الأنسي المتسع من العضلة and vastus intermedius والجزء الثالث من العضلة الموجود في منطقة الوسط بين lateralis and medialis vastus وظيفة هذه العضلات معا all act to extend the knee هذه العضلات وظيفتها انبساط مفصل الركبة تقوم بحركة الانبساط على مفصل الركبة أيضا من مجموعة العضلات المشكلة أو الموجودة في منطقة الهيب جاين العضلات المقربة بمعنى أو تقوم بحركة الادوكشن bring legs together وظيفتها تقريب بالساقين إلى بعضهما عند cross hip joint medialis وهذه العضلات تمر عبر مفصل الفخذ بالاتجاه الأنسي الرسم توضيحي يظهر أهم العضلات الموجودة حول مفصل الفخذ وتشمل سارتوريس مصل الالياكوس سوس مصل عند الدكتور الدكتور جروب الدكتور مصل وتشمل الدكتور لونغاز ودكتور ماغنان وتظهر الرسم أو يظهر الرسم الكواترسيبس مصل برؤوسها الأربعة ريكتس ريكتس فيموريس فاستس لاترالس والعديد من العضلات الأخرى الدكتور مصل العضلات العضلات المقربة في منطقة الفخذ الدكتور جروب أو مصل هي عبارة عن مجموعة من العضلات تقوم بتقريب أو وظيفة تقوم بعمل وظيف حركة التقريب أو الأداكشن هذه العضلات تنشأ من تجويف الحوض وتندغم في الخط الخشن على السطح الخلفي لعظمة الفخذ هذه المجموعة من العضلات تشمل بكتينيس مصل العضلة المشطية الشكل بمعنى العضلة المقربة الطويلة العضلة المقربة القصيرة و تعتبر العضلة الباسطة لمفصل الفخذ الرسم يظهر هذه المجموعة أو هذا الجروب من المصز أو الأداكتور مصز العضلات المقربة وتشمل بكتينيس مصل الأداكتور بريف الأداكتور ماغنس و الأداكتور ماغنس لونغس عفوان و إغراسيانس الآن رح نتحدث عن مجموعة أخرى من العضلات مصز أو باتوك عن فاي العضلات المكونة لمنطقة الأرداف والفخذ وتشمل مصز العضلات أو مجموعة العضلات الأليوية أو العضلات المشكلة لمنطقة الأرداف وتشمل الجلوتيس ماكسيمس العضلات الليوية العظمى عن الجلوتيس مديس العضلة الأليوية الوسطى عن الجلوتيس مينيماس العضلات الأليوية الصغرية وظيفة الجلوتيس ماكسيمس إكستينيس the hip تقوم بحركة انبساط مفصل الفخذ في حين أن الجلوتيس ميديس عند مينيماس abduct the hip في حين تقوم عضلتي gluteus medius عضلة الاليوية الوسطى عن gluteus minimus العضلة الاليوية الصغرية بحركة abduction of the hip أو الابتعاد عن مفصل الفخد يوجد مجموعة أخرى في منطقة الفخد تسمى لها string muscles موجودة في posterior aspect of the thigh مجموعة من العضلات موجودة في الجانب الخلفي من الفخد وتشبه شكل الهمستر hamstring muscles وتشمل ثلاثة عضلات semi-membranous muscle العضلة رقيقة تشبه شبه الغشائية semi-membranous وتوجد في الجانب الأنسي medial aspect and semi-tendinous muscle and tendinous muscle العضلة الشبه وتارية أيضا موجودة أيضا في medial aspect of the thigh في الجانب الأنسي الخلفي من من الفخد and biceps femoris العضلة الفخدية ثناية الرؤوس موجودة في الجانب الوحشي من الفخد بالlateral aspect of the thigh وظيفة هذه المجموعة من العضلات extend the hip and flex the knee انبساط مفصل الفخد وانقباض أو حركة flexion لمفصل الركبة الرسم التوضيحي يظهر وآخيرا cross section through the thigh مقطع عرضي يظهر أهم المناطق أو compartments الموجودة في منطقة الفخد يظهر anti-compartment مجموعة من العضلات الموجودة في الجسل الأمامي من الفخد وتشمل vastus lateralis vastus intermedius vastus medialis and rectus femoris العضلات المكونة للquadriceps femoris أو عضلة الفخذ المربعة ذات الأربعة رؤوس و which innervated by femoral nerve إذن unique innervation كل منطقة أو compartments يتم تغذيتها بتغذية عصبية فريدة أو لكل جزء لها تغذية منفصلة أو مختلفة الميديا الكمpartments الجانب الأنسي أو المجموعة الأنسية وتشمل العداكتور أو العداكتور muscles وتضوم العداكتور ماغنس عداكتور بريفاس عن عداكتور لونغس ويدي العصب الذي يمر خلال الفتحة أو الضقوب الموجود في منطقة الفخذ وال المجموعة الخلفية وتشمل المسل وتضوم البايسيب في مرس السيمي تندينس عن السيمي ممبرينس muscle الذي يتم تغذيتها عن طريق العصب البركي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر